السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم أذائل التي كتبت لكم عروض عقارية مختلفة منها الشقاق من الدلات والفيرمات تقربكم من السوق العقار لكي تعرفوا الاتمية في الواسطين لكي هناك ارتفاع الخفاض أو التامان وكذلك لديكم فكرة على فنيسيون الدكور صيحة المضافة والصباغات والأبواب معكم تاريك نحن نقوم بالوصف هذه العقارات وكذلك لديكم الحسن وكذلك العروض التي نبتل لكم تكون كتناسبكم وكتوافق معكم لا تنسونا بالضغط على الزر الإعجاب شيء الذي تحفظنا لكي أحسن مكان في السوق والضغط على الزر الإعجاب اشترك في القناة ربما تقلع عقل لكي لا يمكنك الناسب لها إلى كل أصدق على بركة الله الشقة التي نرى اليوم فيها مواصفات خاصة كالعودة مواصفات خاصة أول شيء المساحة الكبيرة فيها مساحة 98.9 متر في التتر بما معناها 105 أو 107 مساحة مجموعة من البالكونات فيها جوجة الواجهات بالنسبة للواجهة الشرقية وواجهة الجنوبية بما يعني الشمش متوفرة في هذا العقار هذا اهتمام بما يعني الشمش متوفرة في التتر بما يتحرك من البالكونات بما يتحرك في المنزل الحاجة الأهم وهي الثامن حاجة الأمن مع العلم أن هناك واحد الهامش في التفاوض مع أصحاب أحد العقار هذا. عقار الميزة أنه يتواجد على مقربة من جميع المرافق على مقربة من الحي المرجن الوحيد وكذلك من السوبر مارشد الأسيما الشارع الكبير بولفار ديال الزيتون والمدينة. والمدينة مكناس. توجد في عمارة فيها ربعة طوابق توفر على مرأب السيارات ومرأب السيارات الداخلي وخارجي. باركينغ الطالنبيلات كذلك على مقربة من العمارة. عدد الشقاق في كل طوابق. لا تتوفر على مساعد. وبالنسبة لكيفة قسمة هذه الشقاقة. إن فيها صالة. أحدها السيارات. في مدخل البالكون وهو كبير. الجوش الغرة في الغرفة الوالدين بالبالكون ديالها. والمطبخ كذلك بالبالكون دياله. إذن كنهندرو الى ثلاثة ديال البالكون فات الشقاق. وهو واجهاتين. وبالنسبة لكالثامنة. ما كان ضمنش. وهو يكون محسن. لنا مساحة ديال تمانية وتسعين. التامان ديال تمانية وتسعين. مساحة. كان هناك توافق ما بين التامان. كما نقولوك. اللغة بوك اللي تبخي. قلت بالنسبة للعقر كي تباعك كامل. ممكن إنسان يدهب الأتات دياله معادة بيت الناس. معادة بيت الناس. أشياء الأخرى ممكن. ممكن مثلا لجبات واجهو حاجة يخليها. مهم ذك شك يبقى تفاهم مع أصحاب هذ شقة هذي. ما بين ذلك. هو هو وكال عقرية. يوجد رياض الزيتون في مدينة المكننسي. مثل الجيل الجديد من الوكالات العقارية و الوكالات السباقة لكي تطور نفسها بنفسها وتحاول تخدم بطريقة جديدة التي تتعامل بالمنفعة خاصة عن الناس المقبضين على الشراء لماذا؟ لكي تجعل المسايرة الميدانية و المسايرة كذلك فيما يخص الأوراق و الإدارية و إذا أردت أن تبيع شيء عقار سوف تتصل بنا أو التواصل معنا أرقام كتبان أسفل أسفل الفيديو نتواجد بالضبط بالحية الرياد الزيتون بمدينة مكننسة المقربة من البنك الشعبي و الحمام الكوتار بحية الرياد الزيتون يكفي أن الإنسان يكتب أفعال إيمو مكننسة و المابس ستجلبه تلك الوكالة العقارية ترجمة نانسي قنقر نقول لكم شكرا جزيلا على المشاهدة و على وفاة لكم و إلى اللقاء في عروض مغرية إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر